السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم نتائج مباريات نصف نهائي كأس QSL القطرية أو كأس أريدو القطرية اليوم الخميس يوم الخميس 23-03-23 متبعين الكرام ونقول كمان موعد مباراة النهائي وترتيب الهدفين طبعا اليوم ام اصلا الفازد على العربي 2-1 في نصف النهائي مكتوب الجوم 24-03 هو نارد الخميس على الفكرة 23 ولكن عشان تقدر تقول كده ساعة عدد 11 فبيحسبوها ايه الجمعة ما علينا المهم هدف هي مصطلرة عن طريق خفيف في ديئة 87 وهي سنة البخيت في ديئة 90 هدف العربي عن طريق قالع في ديئة 33 اما الدحيل في فزع السد 3-1 احرص دف الدحيل فرجاني ساسي فرجاني ساسي ايضا في ديئة 54 واسماعيل محمد في ديئة 88 هدف السد هدف السد عن طريق ايوب الكعب في ديئة 24 متبعين الكرام كده الدحيل هيواجه المصطلرة في النهائي باذن الله تعالي يوم الاربعاء 29-03 مارس 2023 الدحيل هيواجه المصطلرة اليوم الاربعاء القادم 29-03-2023 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر القناة الناقلة هكون قناة الاسماء ايبين سبورس اتشدين مجانات مفتوحة وقناة الكاس الكاتراء الاولى متبعين الكرام بالنسبة لترتيب الهدفين متصدر الهدفين ما يكون لانوا غالعب الدحيل للمركز لاول عشر هداف المركز الثاني بقى بعده كتير اوي بغدف بنجيح لعب الساد اربع اداف حسن احمد لعب الساد ساردور راشيدوف لعب اموصلال والمركز الثلاث رزيغو تابعة لعب الساد ثلاثة اداف ولعب راشيد لعب الشمال وبريميلي لعب اموصلال ودوس سانتوس لعب قطر وحسن او مؤيد حسن لعب الوقرة وغنان لعب الدحيل اشترك في القناة فعلى زر الجرسة اشترك في الفيديو وكان معكم محمد نردين نراكم في فيديو اخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته